موسيقى بعض من تلك القصائد كان يبدأ بالغزل فيها ثم يتخلص إلا أن معظمها جاء الشيخ فيها مباشرا يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر سيره وأخلاقه وعلى حسب ما وصلت إليه أن هذا الديوان قد يكون كتب بين عام 1353 إلى 1354 هجرية أي عام 1934 إلى عام 1445 هذا لسببين السبب الأول أن هناك قصيدة من قصائد الديوان رأيت بخط يدي سيد محمد مراما سيسي أخو الشيخ سيد علي سيسي الأكبر نسخها بخط يديه وكتب في مقدمة القصيدة قال سلطان المادحين وعالم المهتدين معراج العارفين وقدوة المحقين المحققين أن الشيخ إبراهيم بن حاش عبد الله التجاني يمدح خير البشر وفخر ربيعة ومضر أوائل الربيعي النووي عام 1353 مما يدل على أن معظم جل قصائد هذا الديوان تواكب ذلك التاريخ ببدايته أما ذكرنا بأن قد تكون بعض القصائد خرجت في عام 1945 وذلك لأن نجد في الديوان قصيدة جعلتك يا خير الأنام سفيرة وهي من قصائد الشيخ التي كتبها عام 1945 وذلك لأن الأستاذ إبراهيم محمود جوب ذكر أن هذه القصيدة كانت من الأسباب التي جعلته يوقن بأن محمد لمينغي الذي كان مرشحا في انتخابات البرلمان الفرنسي أنه سيفوز أن هذه القصيدة هي من الأسباب التي دعته إلى ذلك وهو ترشحه هذا كان في عام 1950 و45 ميلادية فنستنتج من ذلك أن الشيخ رضي الله عنه كتب قصائد الديوان في ثلاثينيات وأربعينيات عمره واسم الديوان إكسير السعادات في مدح سيد السادات والإكسير هو شراب وهمي شراب وهمي يقال أنه يطول الحياة إلا أننا لا نشك في أن هذا الديوان إكسير لروح الإنسان والروح هي التي تحيا طيلة عمري فلهذا نظن أن اختيار العنوان هنا وفق فهذا الديوان حقا إكسير سعادة لكل من يقرأه ولكل من يعمل به فليس علي اللوم في ذكر وصفه وإن كنت لا أغني فتيلا أقرض عليه صلاة الله ثم سلامه بها أرتقي في الحب والمتح أحفظ عليه الصلاة الله ثم سلامه لأفقى خديما بالثاناء تلفظ فهذا المناسب هو أننا تطالب وهميه أرى أن نغارب حد أننا تطالب وهميه أرى أننا تطالب ستحدثت 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 سيطح المترجم للسابة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي نانسي قنقر 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 نانسي قنقر